موسيقى مجزي الأخبار من قناة عدل الفضائية أهلا بكم أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية المهندس محمد عبدالل العناني بمناسبة تعيينه وزيرا للكهرباء وعقب أداء اليمين الدستورية وجه فخامة الرئيس الوزير العناني بما يلزم للإطلاع بمهامه القادمة في إطار الحكومة مشددا على معالجة أوضاع الكهرباء بصورة عامة في مختلف المحافظات والحد من الإختلالات والقصور بصورة عاجلة ولفت فخامة الرئيس إلى أهمية تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة وتغليل الفاقد واستكمال أعمال مشاريع وتحديث وتطوير منظومة شبكات الكهرباء فيما أكد العناني أنه سيعمل كل ما من شأنه التغلب على مشاكل الكهرباء وأحداث نقلة النوعية وملحوظة في هذا الغطاء بفضل دعم وتوجهات فخامة الرئيس الذي كان له الفضل في تحقيق مشروع بحطة كهرباء عدن الجديدة أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله محمد درانة بمناسبة تعيينه عدوا في مجلس الشورى وعقب أداء اليمين الدستورية حثى فخامة الرئيس الدكتور درانة على بذل الجهود للانتصار لغضايا الوطن ومواقهة وتعرية ميليشيا الحفظ الإنقلابية المدعومة من إيران لما ألحقته من أضرار جسيمة باليمن وطنا وشعبا استقبل فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية السفيرة المملكة المتحدة لدى بلدنا مايكل أرون وجرى خلال الغاء مناقشة الغضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بجهود السلام والخطوات المتخذة في سبيل تحقيقه وفقا للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرات الخليجية وعليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلاة وفي مقدمتها القرار 22-16 وشار فخامة الرئيس إلى دور المملكة المتحدة الإيجابي بالتعاون مع المجتمع الدولي في إنجاح ودعم مخرجات الحوار الوطني ومن جانبه نوه السفير البريطاني بجهود فخامة الرئيس ودعمه الصادق لإنجاح جهود السلام والذي انعكس إيجابا في توقيهاته لفريق التشاور الحكومي في السويد والذي كان له الأثر في تحقيق التقدم في إطار بناء إجراءات الثقة مؤكدا موقف بلاده الدعم لليمن وشرعيته الدستورية أكد فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهوري أهمية تمكين أبناء قليم التهامة من المشاركة الفاعلة في إطار مؤسسات الدولة المختلفة بما يتناسب تضحياتهم في مواجهة المشروع الإمامي لمليشي الحثلين غلابية وبما يلبي تطلعاتهم في دارة محافظاتهم في إطار اليمن لإتحاد الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد كذلك خلال استقبال فخامته محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر الذي وضع فخامته أمام تطورات المختلفة التي تشهدها الحديدة والتحضير لتسلم أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية لإدارة لمؤسسات التنفيذية والإيرادية والأمنية بالمحافظة وفقا وتفاهمات بناء الثقة لافتن إلى عدم جدية الإنقلابيين كما هو عادهم في الإفاء بالالتزامات والعهود التقى نائب رئيس الجمهورية نائب الغاد الأعلى القوات المسلحة الفريغ الركن علي محسن صالح وزير الدفاع الفريغ الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان الفريغ الركن عبدالله النخع ويأتي لإجتماع تنفيذا لتوجيه فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدالرب ومنصور هادي الغاد الأعلى القوات المسلحة بضرورة تدارس الأوضاع الميدانية والعسكرية ومضاعفة الجهود لبناء الجيش الوطني وتوحيد إمكانياته واستمع نائب الرئيس إلى المستجدات ومسرح العمليات وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والآليات والجهود المبذولة في توحيد الجيش وإمكاناته وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان من جانبهما أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان أكد بذل أقصى الجهود لترجمة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الغاد الأعلى للقوات المسلحة منوهين إلى جملة من القضايا والممضوعات العسكرية المرتبطة بمهامهما رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة رصدت قيام ميليشي الحوث الإنقلابية باختراق الهدنة التي بدأ تطبيقها منذ أمس الثلاثاء في أكثر من ست جبهات وقال مصدر العسكري في محور الحديدة أن الميليشي الإنقلابية اخترقت الهدنة بإطلاق مقذوفات على مديرية الدريه 110 من قرية العيسى شمال الحديدة ولم يتم الرد عليها من قبل الجيش الوطني التزاما بالهدنة أشار المصدر إلى أن ميليشي الحوث المدعوم من إيران اخترقت الهدنة في أربع جبهات في مديريات حيس الفازة والتحيطة والجبلية حيث تم رصد إطلاق الميليشية 45 قذيفة هون على الجبلية لوحدها دون رد من قبل الجيش الوطني التزاما بالهدنة المتفقة عليها تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في مديرية الكتاف بمحافظة صعدة حيث شنت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع تمركز الميليشي في منطقة رشاحة بجبهة البوق على إثره حررت سلسلة جبال بحر تريحان وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشي الحوثية الإيرانية بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم وساعدت قوات الجيش الوطني خلال الهجوم كميات كبيرة من الأسلحة التغيلة والمتوسطة والدخيرة المتنوعة التي خلفتها الميليشي الحوثية الإنقلابية تهل الموجز إلى اللقاء